السلام عليكم و اهلا بكم مرة تانية في شروحات كاملة للشبكات والاتصالات النهاردة هنبدأ في الدرس السابع و زي ما شفتوا المرة اللي فاتت في الدرس السادس اتكلمنا على الايب بي ادرس النهاردة في الدرس السابع ياريت تتابع الفيديوهات اللي قبل كده علشان هي بتترتب على بعض في الدرس السابع النهاردة هنتعلم حاجة جديدة اسمها الماك أدرس هنتعلم النهاردة فهم اساسيات الماك أدرس وهنفهم الفرق بين الاهي بي ادرس والماك أدرس وهنعرف ازاي اطلع الماك أدرس بتاع الكمبيوتر بتاعي و كلمة ماك هي اختصار لميديا اكسيس كنترول كل طرف في الشبكة بيتم التعرف عليه في الشبكة من خلال الماك أدرس طيب الـ MAC Address والـ IB Address كده زيبعم الموقفire الأيبي إدرس يعتبر البرزون لكيشن والـ MAC Address birson 11 او بطريقة تانية هن thirty- fois افترض ان هناك شخص الماك ده هو اسمك المهرباش اسمك هط عيك احمد aquigen Ibrahim ده اسمك يوم ما انتولاد сделал الـ Dwie ہے هنعتبر انه هو الرقم القومي لو انت موجود في مصرا يبقى رقم الهوية بتاعتك بتاع مصرا هو ده الـ IB لو انت سافرت مثلا بلد تانية السعودية يدو الى النافسة يبقى الـ IP بيختلف من مكان لمكان لكن الماك أدرس ما بيتغيرش ده رقم بتاع كارت الشبكة اللي في الجهاز اللي احنا بنستخدمه فده ما بيتغيرش لكن الـ IP بيتغير من مكان لمكان يعني لو انا عندي كمبيوتر سفرت بيه إيطاليا سفرت بيه مصر سفرت بيه أي مكان الماك أدرس ما بيتغيرش لكن الـ IP أدرس بتاعنا مع كل شبكة بخش أوصل عليها باخد IP أدرس مختلف عن التالي تعالوا مع بعض ناخد مثال علشان نفهم أكثر هنفترض ان احنا عندنا شبكة في القاهرة وشبكة في إيطاليا نفترض ان اول جهاز في الشبكة بتاع القاهرة عاوز يبعث ملف أو عاوز يبعث رسالة لأول جهاز في الشبكة بتاع ميلانا الرسالة هيتبعث ويتكتب فيها العنوان بتاع الـ IP أدرس والمك أدرس بعد كده الرسالة هتطلع للسويتش السويتش بيتعامل مع المك أدرس بيحب المك أدرس فهو بيبقى عارف الرسالة دي جاية من أنهو كمبيوتر بالضبط عن طريق المك أدرس بعد كده الرسالة تتبعث للروتر الروتر بقى بيشتغل بالـ IP أدرس بيشوف الـ IP اللوكيشن اللي انت عاوز تبعث له الرسالة يبدأ يبعث الرسالة للروتر اللي هيستقبل الـ IP أدرس بتاع الرسالة بتاعتنا وبعد كده الروتر يبعث الرسالة للسويتش اللي في إيطاليا والسويتش يشوف أنهو مك أدرس أنهو كمبيوتر بالضبط اللي هيستلم الرسالة بتاعتي يبقى المك أدرس اللي بيتم التعرف على كل جهاز في اللان أو في الشبكة الداخلية من خلاله وهو برضو بيتقال عليه الـ Hardware Address لأن زي ما قلنا بيتم الحصول عليه من المصنع وما ينفعش يتغير بيستخدم الـ Hexa decimal نظام ترقيم بـ 48 بيت وده مثال مثلا لشكل عندنا E4 شرطة CD شرطة F2 شرطة 00 شرطة 20 شرطة 50 والـ Mac Address بيستخدم عشان يفصل بين كل جزء من أجزاء المك نقطتين فوق بعض نقطة أو شرطة يبقى لما نجي نشوف الفرق بين الـ MAC Address والـ IP Address الـ IP Address والـ MAC Address مهمين جدا في الاتصال الـ IP Address بيستخدم 32 بيت بس الـ MAC Address بيستخدم 48 بيت الـ IP بيستخدم نظام الـ Decimal أو نظام الترقيم الفردي نظام الـ MAC بيستخدم الـ Hex decimal ودهي طريقة من طرق الترقيم بتعتمد على أرقام وحروف الـ IP مهم للروتر عشان يرسل البيانات الـ MAC Address مهم للـ Switch عشان يرسل البيانات مثال الـ IP 192.168.1.15 بيستخدم النقطة كفاصل ومثال الـ MAC Address 70 شرطة 10 شرطة 48 شرطة A2 شرطة E0 شرطة FC بيستخدم النقطة أو الشرطة أو النقطتين فوق بعض كفاصل تعالوا مع بعض نشوف هنعرف الـ MAC Address من الكمبيوتر ازاي هنفتح قائمة Start ونعمل بحث على كلمة CMD هيطلع لي البرنامج أو الشاشة السودة بتاعت الـ Command هنكتب فيها IP config slash all المرة الفاتت في الـ IP كنا بنكتب IP config بس المرة دي هنكتب IP config slash all عشان يطلع لي كل البيانات بتاعت الـ IP هتطلع لي البيانات بالشكل ده هنلاقي ان احنا شغالين بـ Wireless LAN Adapter انا شغال بالـ Wi-Fi على الكمبيوتر الـ Physical Address ده هو الـ MAC Address الرقم بتاع كارت شبكة الـ Wi-Fi بتاع الكمبيوتر والـ IP Address اللي هو اللي تحطيه الخط الرحمر الثاني ده رقم الـ IP اللي انا بستخدمه وبكده اكون جيت لنهاية الحلقة تعلمنا النهاردة الـ MAC Address وشوفنا اي الفرق بين الـ MAC Address والـ IP Address وشوفنا ازاي بنعرفهم للكمبيوتر هتمنى اكون في التوكو بالحلقة الجديدة وان شاء الله تابعوا معايا الحلقات اللي هتنزل بعد كده ويريد تعمل سبسكرايب لو بتابعني على اليوتيوب او لو بتابعني من الفيسبوك اعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات بتاعات الاجزاء التانية ان شاء الله واشوفكو على خير